حياكم الله كنت أحدثكم قبل فاصلي الأذاني والصلاة عن تجربة الجمهورية الإسلامية ومن أنها نجحت في أمور وفشلت في أمور إذا دققنا النظر في الأمور التي نجحت فيها فإنها قد أخذتها من الغرب من الحضارة الغربية وفي الأمور التي فشلت فيها أخذتها من الدين لأن الدين الذي عندنا ما هو بدين محمد وآل محمد هذه قضية التحنيط الفقهي عندنا فقه محنط هذا التحنيط الفقهي جئنا به من النواصب جئنا به من الأحناف والشوافع الذي طبقته السعودية فقه محنط والذي طبقته دولة طالبان فقه محنط وهكذا نحن عندنا تحنيط في فقهنا الشيعي في فقه المراجع ما هو بفقه أهل البيت إنه فقه مراجع النجف وكربلاء هذا التحنيط الفقهي جاءنا بسبب المنهج الشافعي لو رجعنا إلى فقه العترة الصافي لما وجدنا تحنيطا فيه هذه قضية الحدود يوازيها التعزير ربما يرفض كلامي الحوزويون لأنهم تعلموا فقها شافعيا محنطا باب التعزير باب فيه مساحة واسعة للفقيه للحكومة الإسلامية أن تؤسس قانون عقوبات وفقا لهذه المساحة أنا لا أريد أن أخوض في هذه التعزير هذه التفاصيل طويلة 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 عريضة 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 لابد من شرح الآيات وتفسيرها وفقا لتفسيرهم صلوات الله عليهم ولابد من جمع الأحاديث بشكل موسوعي كامل حتى ما جاء في الأدعية والزيارات لا بد أن يربط معها بحسب المنهج الذي أتبعه في برامجي لا علاقة لي بمنهجي الحوزة الطوسية البترية التي صنعت للشيعة فقها محنطا لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة في فقه العترة الطاهرة من المرونة الشيء الكثير والكثير لا أريد أن أخوض في هذه الجهة فهذه جهات مبنائية مفصلة معقدة حتى لو نظرنا إلى حكم الأخوان المسلمين في تركيا نجحوا في الجانب الذي أخذوه من الغرب وفشلوا في الجانب الإسلامي أيضا لأن المشكلة في الدين الذي عند الشيعة هو هو الذي عند السنة دين محنط بثقافة الأعراب وبثقافة مرحلة التنزيل مرحلة التنزيل عند العترة نسختها مرحلة التأويل الدين الموجود هو دين بحسب مرحلة التنزيل لو أن الشيعة ذهبوا إلى مرحلة التأويل بحسب العترة الطاهرة لوجدوا دينا آخر ونظاما آخر ولوجدوا منظومة فقهية أخرى لكنهم ارتكسوا في مرحلة التنزيل بحسب ثقافة السقيفة بني ساعدة ومن هنا فإنني أتبرأ من السقيفتين من سقيفة بني ساعدة ومن سقيفة بني طوسي التجربة أمامنا التجربة الشيعية في إيران المواطن التي نجحت فيها أخذوها من الغرب والمواطن التي فشلوا فيها في الأهم الأغلب أخذوها من الدين من الدين الشيعي الذي صنعه مراجع الشيعة الأمر هو هو مع الأخوان المسلمين في تركيا نجحوا فيما أخذوه من الغرب وفشلوا فيما أخذوه من الدين السني والحكاية في السعودية أيضا ما أخذوه في الاقتصاد والعمران وسائر الأمور الأخرى من الغرب نجحوا فيها وما طبقوه من أحكام الدين من الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشلوا فيه وفشلوا فيه فشلا عظيما هذا هو الواقع بين أيدينا لماذا؟ لأن الدين الذي أخذوا منه ما هو بدين محمد وآل محمد إن كان ذلك في السعودية أو كان ذلك في السودان أو كان ذلك في إيران أو كان ذلك في تركيا في كل هذه الدول المواطن التي نجحوا فيها هي المواطن التي أخذوها من الحضارة الغربية لأنها تجربة إنسانية ناجحة حينما أرهجعوا إلى الدين الذي عندهم وهو من صناعتهم ما هو بدين محمد وآل محمد لو رجعوا إلى دين محمد وآل محمد لوجدوا دينا قادرا على أن يتماشى مع واقع الحياة اليوم من هنا بغض النظر عن هذه التجارب هذه التجارب جئت بها مثالا ولا أريد أن أناقشها ولا شأن لي بها أنجحت أم فشلت بغض النظر أكانت شيعية أم كانت سنية خلاصة القول الفقيه الذي يتصف بالمواصفات التي يريدها إمام زماننا له ولاية وهي ولاية منضبطة إذا أراد تنفيذها لا بد أن تتوفر له الظروف المناسبة وأهمها رضى الناس قبول الناس وإذا ما أنشئت دولة فإن الدولة هذه لا بد أن تكون ممهدة لأننا لا نملك مشروعا سياسيا مراد لا نملك مشروعا سياسيا لا نملك مشروعا سياسيا بحسب المصطلحات المدرسية للمدارس السياسية للمدارس الفكرية لا يوجد عندنا أضرب لكم مثالا محمد باقر الصدر محمد باقر الصدر ذكي بل نابغة بمستوى الذكاء والنبوغ المدرسي الدراسي وله ثقافة جيدة وله طلاع على الثقافة الغربية ومشبع بالثقافة الناصبية إلى أم رأسه محمد باقر الصدر حينما أراد أن يؤسس حزب الدعوة قطعا مع الذين شاركوه في التأسيس لم يكن لوحده لكنه كان فقيها لهم مرجعا لهم لما أراد أن يؤسس حزب الدعوة مهمة الجذر الشرعي مهمته فأسس فأسس حزب الدعوة وفقا للمنظور الناصبي وفقا للشورى مثلما أسس حسن البنة جماعة الأخوان حزب الأخوان واعتمد أساس البيعة التي هي ملعونة في ثقافة العترة لا أريد أن أناقش الموضوع لكنه بعد ذلك حينما ناقش الموضوع مع الخوئ ومع غير الخوئ اقتنع من أن الشورى ليست أساسا شرعيا يعتمد عليه في تأسيس دولة دينية زمان الغيبة ومن هنا خرج من حزب الدعوة وبعد ذلك حرم على طلاب الحوزة الانتماء إلى حزب الدعوة حكاية مفصلة أنا لا أريد أن أخوض فيها الآن إنما جئت به مثالا لما درس الخميني موضوع ولاية الفقه في النجف آمن به وصار تلميذا عنده لكن لا بنحو مباشر هو يرى نفسه أكثر من أن يكون تلميذا عند الخميني فكان يرسل تلميذه محمود الهاشمي كي يقرر له الدرس ويأتيه بالدرس فعلا محمد باقر الصدر درس ولاية الفقه عند الخميني عن طريق محمود الهاشمي الذي كان يحضر الدرس يوميا ويقرره ويأتي به لمحمد باقر الصدر فاقتنع بولاية الفقه التي طرحها الخميني في النجف هذا في السبعينات وبقي مؤمنا بهذا إلى أن انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وأعاد علاقته بحزب الدعوة محمد باقر الصدر للظروف التي تحيطه وواضح من دراسة سيرة محمد باقر الصدر الظروف التي تحيط به هي التي تملي عليه أفكاره فانتقل بعد ذلك من فكرة ولاية الفقه إلى فكرة مزدوجة جمع فيها ما بين ولاية الفقه والشورى ولا ندري لو بقي حيا ماذا سيصنع وإن كان في آخر أيام حياته أراد أن ينفذ فكرة في رأسه التي اصطلح عليها مشروع القيادة النائبة وفشل في ذلك لا أريد أن أتحدث عن تاريخ محمد باقر الصدر لكنه لم يجد مشروعا سياسيا في المعطيات التي عنده وهذه حقيقة من هنا ذهب إلى مزبلة حسن البنى وسيد قط وأسس حزب الدعوة وفقا لنظام البيعة الملعونة في ثقافة العترة الطاهرة هناك لعنة على البيعة ولعنة على المبايع وعلى المبايع لأن البيعة في ثقافة العترة وفي دينها لا تكون إلا للمعصوم فقط وغيره إذا ما بويع فهو ملعون لأن البيعة مقرونة بالإمام المعصوم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية هذه بيعة الإمام المعصوم وكل إمام هو غير ذلك ملعون وكل من يعرفه ويبايعه ملعون وكل بيعة ليست للإمام المعصوم بيعة ملعونة ولعنة على المبايع وعلى المبايع من قبل الحجة ابن الحسن هكذا نشأ عزب الدعوة وهكذا كان برنامج محمد باقر الصدر في كل يوم له رأي من الشورى مقلداً فيها حسن البنة إلى ولاية الفقه مقلداً فيها الخميني إلى خلطة وخبطة ما بين ولاية الفقه والشورى لأنه احتاج حزب الدعوة لأجل أن ينشر مرجعيته في العراق بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ولو بقي لا ندري ماذا سيفعل لماذا؟ لأنه لا يوجد مشروع سياسي عندنا في المعطيات التي عندنا وحتى عند السنة إذا ذهبنا إلى الأخوان المسلمين فإن حسن البنة أسس جماعة الأخوان أسسها على لمام أخذ شيئاً من الدين الشافعي وأخذ شيئاً من دين الصوفية وأخذ شيئاً من الدين الإسماعيلي كان متأثراً جداً بحسن الصباح حتى أن سيد قطب قبل أن يصبح إسلامياً كان يسمي حسن البنة بحسن الصباح وحسن الصباح معروف رمز إسماعيلي شهير أدار تنظيماً سرياً للإغتيالات في أيامه تنظيماً عجيباً المجموعة التي تعرف بمجموعة الحشاشين في كتب التأريخ حسن البنة أخذ من الشوافع وأخذ من السلفية تأثر برشيد رضا ورشيد رضا كان سلفياً فأخذ من سلفية رشيد رضا شيئاً وأخذ من الشافعية شيئاً وأخذ من الصوفية شيئاً وأخذ من حسن الصباح من الإسماعيليين شيئاً وأخذ من الشيعة الإثنى عشرية شيئاً أخذ منهم العمل بالتقية ومن هنا سلفيون مصر يقولون من أن الأخوان شيعة لأنهم تأثروا بمنهج التقية عند الشيعة الإثنى عشرية وأخذ من الشيوعيين طريقة التنظيم وأخذ من الماسونية المصطلحات مصطلح الأستاذية الذي يعد هدفاً أعلى عند جماعة الأخوان جاء به حسن البن من الماسونيين جماعة الأخوان فكرها نمام كشكول الحوزة عندنا في النجف وكربلاء هي كذلك نمام وكشكول الطوسي هكذا صنعها أخذ شيئاً من المعتزلة وشيئاً من الأشاعرة وشيئاً من الشوافع وشيئاً من الأحناف ثم أضافوا إليها شيئاً من التصوف من تصوف ابن عربي ثم أضافوا إليها بعد ذلك قذارات حسن البن وسيد قط هذا هو الموجود في حوزة النجف وكربلاء وهو بعيد بعيد تمام البعد عن دين العترة الطاهرة أنا لا أريد أن أسف كثيراً في هذا الموضوع لكن كل هذا يحدثنا عن أن المعطيات التي بين أيدينا لا تشكل مشروعاً سياسياً لماذا؟ لأننا في مرحلة التأويل التدريجي مرحلة التنزيل كانت تجربة أولى مقدمة في زمان رسول الله وعند بيعة الغدير نسخت مرحلة التنزيل ولذا قال له رسول الله قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل التأويل هنا ما هو بتفسير القرآن التأويل مرحلة جديدة في الدين فمرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل النبي لم يقاتلهم على القرآن القرآن هو جزء من مرحلة التنزيل صحيح من جملة أسماء القرآن التنزيل لكن النبي هنا لا يتحدث عن القرآن القرآن جزء من مرحلة التنزيل التنزيل هي مرحلة الدين بكل تفاصيله في هذا الحديث ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل فالنبي لم يقاتلهم على القرآن ومن أنه نزل من الله أم لم يكن قد نزل النبي قاتلهم على الدين كله فالتنزيل حديث عن الدين كله في مرحلة رسول الله مقدمة للدين وانتقلنا من التنزيل الذي هو مقدمة متى رضي الله عن الإسلام ورضيت لكم الإسلام دين في مرحلة التأويل لكن التأويل تدريجي إنما يكتمل التأويل متى عند ظهور إمام زماننا وبعد ذلك يتسامى في مرحلة الرجعة لأن التأويل في مرحلة الرجعة سيكون تأويلا بنحو آخر حتى يتكامل الدين في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة هذا هو ديننا هتحدث عن دين العترة الطاهرة المأخوذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم لا علاقة لي بدين سقيفة بني ساعدة على الإطلاق من أوله إلى آخره ولا علاقة لي بدين سقيفة بني طوسي من أوله إلى آخره على الإطلاق أنا أحدثكم هنا عن دين محمد وآل محمد المأخوذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط مثل ما شرحت لكم في بداية الحلقة بنحو موجز ومختصر المنهج الذي أتبعه في الاستنباط في استنباط العقائد وفي استنباط التفسير وفي استنباط الفتاوى وفي استنباط الفكري وفي استنباط قراءة التاريخ وقراءة الكون وقراءة الوجود بينت لكم المنهج الذي أعتمده وتذكروا دائما رسالة إمام زماننا الحجة بن الحسن إلينا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا نذهب إلى فاصل ألخص لكم الكلام في الحقيقة إنني أقوم في هذه الحلقة بعملية تقطير لعملية تقطير كيميائي لكل المضامين التي وردت في الكتاب وحديث العترة التي ترتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه إنني ألخصها لكم تلخيصا تقطيريا كيميائيا مثلما في المختبر الكيميائي أو في المصانع الكيميائية يقومون بعمليات التقطير للعناصر للمركبات للنباتات للحبوب ولأي شيء آخر نحن لا نمتلك مشروعا سياسيا لماذا؟ لأننا في مرحلة التأويل ومرحلة التأويل تدريجية فإذا كانت مرحلة التأويل تدريجية هذا يعني إذا سنحت الظروف وتوفرت الأسباب الموضوعية لنشوء مجتمع يحكم بالدين أو لنشوء دولة دينية بحسب فقه العترة الطاهرة لا بد أن تكون مناسبة للواقع الزماني والمكاني بعبارة صريحة أن تدار الدولة في برامجها عبر المدارات داخليا وعبر التقية خارجيا الدول الدول المتقدمة الدول الناجحة تتبنى فلسفة معينة في وزارة الخارجية أي دولة ناجحة تتبنى فلسفة معينة في وزارة الخارجية وتدرس قد تتبدل بتبدل الحكومات لكن في الآخر وزارة الخارجية تتبنى نظرية معينة فدولتنا التي أتحدث عنها عليها أن تتبنى نظرية التقية في التعامل مع الدول الأخرى أما في داخل الدولة يكون العمل بالمدارات الأمر تدريجي نحن في مرحلة التأويل التدريجي ليس صحيحا أن نأتي بالأحكام المحنطة التي ما هي بأحكام أهل البيت قد قد يفهم من بعض النصوص هذا لكنها في أي سياخ وفي أي شروط وفي أي ضرف هذا الفقه الذي عندنا فقه محنط بالتحنيط الناصبي ما هو بفقه العترة الطاهرة دولة أمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين في ذلك الزمان القديم الذي يختلف عن زماننا بدرجة مئة بالمئة كان يحكمها على مستوى الداخل بالمدارات وعلى مستوى الخارج بالتقية لذا لم يتعرض لأي دولة خارج حدود دولته استعملت تقية في العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى لماذا؟ لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانت دولته دولة ممهدة مثل ما مرحلة التنزيم مرحلة ممهدة هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان خطبة طويلة للأمير في الصفحة الخامسة والخمسين رقم الحديث الحادي والعشرون أذهب إلى موطن الحاجة منها ثم أقبل بوجهه ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فهذا حديث خاص فيما بين الأمير وخواصه خطبة خاصة ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال أتمنى أن تلتفتوا إلى كلام أمير المؤمنين وأن تشخصوا قضية المدارات التي كان يعمل بها في داخل دولته أما مع الخارج فقد كان يعمل بالتقية والدليل أمير المؤمنين لم يتعرض إطلاقا للدول الخارجية كانت العلاقات حسنة مبنية على مبدأ التقية وهذا هو الذي نحتاجه نعنو في مرحلة التأويل فدولة أمير المؤمنين كانت في مرحلة التأويل بعد باعة الغدير التي نقضت هكذا يقول الأمير لخواصه قد عملت الولاة قبلي من هم الولاة قبل الأمير أبو بكر عمر وعثمان قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه وانتجوا لنا فقه المحنط هذا الفقه المحنط عند النواصب هو من تلك الفترة ونحن ركضنا عليه قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مثل ما فعل مراجع الشيعة كما في الرسالة الأولى التي وصلت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم لماذا مذجنح كثير منكم الخطاب لأكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبذوا عهد رسول الله عهد الغدير وهؤلاء أيضا فعلوا هذا ومن هنا هناك تناغم بين السقيفتين بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس قد عملت الولاة قبل أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس الأمير يقول ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعة الذين الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم في مكة في المسجد الحرام أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ورددت فدك إلى ورثة فاطمة لم يرجع فدكا إلى ورثة فاطمة ورددت فدك إلى ورثة فاطمة ورددت صاع رسول الله كما كان إنه صاع المقاييس وأنضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمضي أراضي أعطاها رسول الله لأقوام أبو بكر وعمر وعثمان أبطلوا ذلك وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تنضي لهم ولم تنفذ ورددت دار جعفر يتحدث عن جعفر الطيار حيث اغتصبوا داره ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد ورددت قضايا من الجور قضي بها ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام وسبيت ذرار بني تغلب ورددت ما قسم من أرض خيبة ومحوت دواوين العطايا وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة بين الأغنياء وألقيت المساحة أيضا الحديث عن المقادير مثل ما تحدث عن الصاح وألقيت المساحة وسويت بين المناكح وأنفذت خمسا رسول كما أنزل الله عز وجل وفرض ورددت مسجد رسول الله إلى ما كان عليه وسددت ما فتح فيه من الأبواب وفتحت ما سد منه فقد غيروا فيه كثيرا وحرمت المسح على الخفين في الوضوء وحددت على النبي لأن النبي ذا خمر وكان وكان يسرف عمر أيام خلافته في شربه النبي ذا خمر ولكنهم أزالوا الحد عن هذا الخمر وحددت على النبي المسح وأمرت بإحلال المتعتين التي حرمهما عمر ولولا ذلك لما زنى إلا شقي هكذا تقول الروايات فانتشار الزنى واللواق سببه عمر لأنه حرم المتعتين وأمرت بإحلال المتعتين وأمرت بالتكبير على الجنائز خمسة تكبيرات لأن أبا بكر وعمر غيروها إلى أربع تكبيرات التكبيرة الخامسة ترتبط بالولاية التكبيرة الأولى ترتبط بصلاة الميت والثانية بصومه والثالثة بحجه والرابعة بزكاته أو بجهاده والخامسة بولايته لعلي فحذفوا التكبيرة الخامسة هكذا حدثنا أهل البيت أنا لا أستطيع أن أفصل في كل هذه المسائل وأمرت بالتكبير على الجنائز خمسة تكبيرات وألزمت الناس الجهرة ببسم الله الرحمن الرحيم لأنهم حذفوها وأخرجت من أدخل مع رسول الله في مسجده مما كان رسول الله يشير إلى دفن أبي بكر وعمر وأدخلت من أخرج بعد رسول الله مما كان رسول الله أدخله وحملت وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة لأن أحكام الطلاق قد حرفت وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها لأن أحكام الصدقات قد حرفت وإلى يومنا سأحدثكم عن العبادات المالية وفقا لفقه العترة في برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة إذا جرت الأسباب ووفقت لخدمتكم في هذا البرنامج وردت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها فالصلاة محرفة حتى عندنا حتى عندنا الصلاة محرفة أليس السستاني وبقية المراجع يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي بن أبي طالب في التشهد الوسط والأخير يبطل الصلاة لقد أبطلوا صلاتكم سر قبول الصلاة هو هذا وردت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها وردت أهل نجران وردت وردت أهل نجران إلى مواضعهم وردت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه لا كما على عمار إذن لتفرقوا عني لو فعلت كل هذا إذن لتفرقوا عني هذه أمثلة بعد رسول الله سقيفة بني ساعدة حرفت كل شيء إنها حرفت العقيدة وحرفت القرآن لفظا وتفسيرا وحرفت الأحكام وحرفت كل الدين من أوله إلى آخره هذه أنثلة إذن لتفرقوا عني ولازال الإمام يشير إلى أنثلة أخرى لأن الإمام لم يكن بصدد استقصاء وتتبع كل ضلاله إنما هي أمثلة ونماذج وكل مثال من هذه الأمثلة يتفرع على الكثير من الأمور في حياة الناس والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة لأن التراويحة بدعة جاء بها عمار وهذا مثبت في صحيح البخاري هو الذي جاء بهذه البدعة وحينما رأى المسلمين يعملون بهذه البدعة ارتاح كثيرا لأن بدعته قد التزم بها الناس فقال بدعة ونعم البدعة كلمة عمى في البخاري وغير البخاري هو يقول عن صلاة التراويح بدعة ونعم البدعة والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة واعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة هو عمر يقول بدعة راجعوها في البخاري راجعوها في البخاري واعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض اهل عسكري ممن يقاتل معي يا اهل الاسلام غيرت سنة عمر ينهان عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ولقد خفت ان يثور في ناحية جانب عسكري ما لقيت من هذه الامة من الفرق وطاعة ائمة الضلالة والدعاة الى النار الى اخر الخطبة الخطبة طويلة فكيف واجه امير المؤمنين كل هذا بالمدارات فهي دولة في زمان التأويل وهي دولة تمهيدية لدولة القائم لان مشروعنا الوحيد دولة القائم وليس هناك من دولة اخرى مشروعنا 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 الوحيد دولة القائم بسبب الظروف الموضوعية التي مرت في حياة الامة وفي حياة امير المؤمنين ايضا في زمان دولته وعكومته لو ان الجمهورية الاسلامية عملت بالمدارات داخليا وعملت بالتقية خارجيا عبر السنين الماضية فانها كانت ستنجح في كثير من برامجها ومخططاتها واهدافها على اي حال هذا هو شأنهم انا لا شأن لي بالجمهورية الاسلامية الايرانية ولا شأن لي باي جهة اخرى من الاحزاب الشيعية والتنظيمات والتشكيلات المختلفة لكنني اقول بضرس قاطع عبر تتبعي لكل الاحاديث والروايات عن ائمتنا لم اجد شخصية مدحت على طول عصر الغيبة وتأكدت ولايتها الشرعية الا اليماني اليماني الشخصية الوحيدة التي مدحت وتأكدت ولايتها الشرعية العام هكذا نقرأ في احاديث العترة الطاهرة قطعا عند خروجه حينما يخرج اليماني اقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة الطبعة طبعة انوار الهدى الطبعة الاولى قموا المقدسة صفحة 262 انه الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن ابي بصير عن امام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة في صفحة 264 يتحدث الامام الباقر عن خروج السفياني والخراساني واليماني ثم يقول وليس في الرايات راية اهدى من راية اليماني هي راية هدى وليس في الرايات راية اهدى من راية اليماني هي راية هدى لانه يدعو الى صاحبكم دعوته واضحة ليست لنفسه وليست لأي جهة اخرى لا لمرجعية ولا لدولة ولا لحكومة ولا لحزب ولا لموكب حسيني اصلا لانه يدعو الى صاحبكم فقط وليس في الرايات راية اهدى من راية اليماني هي راية هدى لانه يدعو الى صاحبكم الى ان يقول امامنا الباقر صلوات الله عليه واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته راية هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه له ولاية فقهية دينية شرعية عقائدية مبسوطة ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم ولايته منضبطة وليست منفلتة لانه يدعو الى الحق ولايته منضبطة بضوابط الحق بضوابط الطريق المستقيم هذه ولاية فقهية شرعية دينية عقائدية منضبطة بتصريح من المعصوم لهذا السبب دائما اقول لكم اني احاول ان اتشبه بالمنهج اليماني الى ما استطيع ان اكون عليه فالمنهج اليماني هو منهج امام زماننا ولذا فان اليماني هذا الذي يتحدث عنه ائمتنا شيعي فقيه عالم عارف وانا كيف يدعو الى الحق وهو لا يعرفه وكيف يدعو الى الطريق المستقيم وهو لا يعرفه تمام المعرفة والامام الباقر يقول من ان ولايته نافذة على الجميع لانه يدعو الى الحق فهو يدعو الى الحق على معرفة كاملة على معرفة يقينية واضحة ويدعو الى الطريق المستقيم على معرفة يقينية كاملة ويدعو الى صاحبكم كذلك على معرفة يقينية تامة وليس في الرايات راية اهدى من راية اليماني هي راية هدى هي راية هدى لانه يدعو الى صاحبكم واذا خرج اليماني فانهض اليه يا ايها الشيعي الزهرائي المنتظر واذا خرج اليماني فانهض اليه فانهض رايته راية هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم بحسب الروايات يقبل من اليمن الى العراق لماذا لا يخرج من النجف لان النجف اتحدث عن نجف الحوزة عن نجف المرجعية عن نجف الطوسي لانها مدينة ضلال ومدينة كفر ببيعة الغدير لماذا لا يخرج من كربلاء كربلاء كذلك اتحدث عن كربلاء الطوسي عن كربلاء المرجعية السيستانية القوئية الشرازية من زمن الطوسي الى يومنا هذا يأتينا من اليمن يقبل من اليمن الى العراق الروايات هكذا اخبرتنا اليماني مثال واضح للذي اتحدث عنه انها مرحلة التأويل اليماني سيخرج قبل الظهور في مرحلة التأويل التدريجي يتصف بالمواصفات التي يريدها امام زماننا ومن هنا فان ولايته تكون نافذة على المؤمنين الامام يخاطب الشيعة المخلصين المسلمين لامامهم واذا خرج اليماني فانهض اليه ولا يحل لمسلم لمسلم مسلم لامام زمانه ان يلتوي عليه ولايته تكون ولاية نافذة نذهب الى فاصل موسيقى موسيقى